بيرزين اليوم مش نحكيه رياضة ونحكيه على بطولة إفريقيا ليرفع الأثقال البطولة هذية اللي تصير في قاعة رادس من 11 ميه متواصلة حتى العشرين ميه المنتخب التونسي في بطولة إفريقيا ليرفع الأثقال رفع رصيده لـ 33 ميدالية منها 15 ميدالية ذهبية التمايز في البطولة هذية صار في الثلاثة أيام اللي تعديوا لخرينين هذوما معه لدو شامبيون إيا العويدي وشايمة الرحموني اللي تحصلوا على ستة ميدالية ذهبية وفي صنف الذكور التألق كان من نصيب كيرم بنهنية وأمين بوحجبة اللي تحصل كل واحد فيهم على ثلاثة ميدالية ذهبية وتحصل أيوب سالم على زوز ميدالية ذهبية وميدالية فضية كما قلت هذية يرفع رصيد تونس لـ 33 ميدالية في بطولة إفريقيا ليرفع الأثقال اللي دايور ما زلت متواصلة حتى العشرين ميه ما زل بشيكون من نصيب تونس ميدالية أخرى عندك هذية ينبون نوفير اليوم حكينا فيها على الرياضة حكينا فيها على بطولة إفريقيا لرفع الأثقال